لجنة ما يسمى بلجنة زالة التمكين. طيب ليه صلاح منع هو متصدر المشهد بالشكل هذا? ده ما سؤال ظل الناس يطرحوا بشكل دائم. ليه صلاح منع ظل متصدر لهذا المشهد بهذا الشكل? ومن هو صلاح منع? السؤال ده قاعد يتسئل بشكل دائم. صلاح منع لوصل به هو الحال لمرحلة انه يركب في عربات الحكومة ويحتقل الناس. يعني يمشي في عربات مع الجيش في الدعم السريع والشرطة ويحتقلوا المغرات ويحتقلوا الناس. ده صلاح منع. هذا الرجل هو رجل فاسد في كل شيء. فاسد ماليا وفاسد اخلاقيا وفاسد في كل حاجة بدلائل. القصة بعد عماد الحواتي الشخص اللي تعاوم مع الجنة التمكين واللي هو جزء من من الحراكة الشعبية الموحد. العملية العملة معه صلاح منع والتجنيد الجند وليه والوعد الوعد والمشاكل البدت. دي كلها بتزبط الفساد بتاع صلاح منع الاخلاقي. لانه يمارس السياسة بشكل ما اخلاقي. الجانب التاني اللي بيركز على صلاح منع في شخصه انه هذا الرجل كان موجود في السودان وكانت له علاقات مع النظام السابق ومع قيادات النظام السابق وكانت له استثمارات كبيرة جدا وتسهيلات. من ضمن هذه التسهيلات انه كان شريك لصلاح قوش. يعني الناس تتخيل انه شخص بيدعي انه هو معارض. وانه هو رجل مناضل وانه عنده مواغف سياسية. انه يكون شريك لصلاح عبدالله قوش. الرجل الابرز في النظام السابق. والوجه الكالح للنظام السابق اذا كان للنظام السابق وجه كالح. يعني الوجه المرتبط بالعنف والمرتبط بالسوء اذا كان هناك وجه فهو صلاح قوش. لانه كان مدرجة هذا الامن وهو كان مستهدف من قبل الحزاب السياسية وهو كان الذي يغال فيه ما يغال. اذا كان رجل بكل هذه المواصفات هو شريك صلاح منع. السؤال ده مطروح للناس. ودي المعروضة امامكم دي دي صورة لعقد بتاع شراكة بين صلاح قوش وصلاح منع. يعني هم شركاء في استثمارات. ابقى الرجل ده السؤال الرجل ده هو مع منو وشغال مع منو وشغال ليمنو. يعني صلاح منع الذي يملأ الارض ده جيدة. هو مع منو اصلا وشغال ليمنو. الرجل ده من قبل سنوات هو شغال مع صلاح قوش. السؤال ده موجه للحزاب السياسية. المعارضة الان دي واللي في الحكومة واللي هجزوا منا. انه هذا الرجل هو صديق لقوش. هو مستثمر مع قوش. ابقى الرجل له مع منو هل مع النظام السابق ولا معاكم انتو ولا مع صلاح قوش ولا عنده خط بعرفه براوه. ما ده السؤال يجب ان يطرح. من هو صلاح منع? هذه هي شراكة. الرجل كان يعمل في دبي مع صلاح قوش ولهو علاقات مع جهاز الامن. ومتعاون مع جهاز الامن السابق. ابقى الان هو كيف بيركب الكفر في اللحزة دي. ده سؤال يطرح. الرجل ده كان عنده طموح كبير جدا. انه يكون مدير جهاز الامن الداخلي. هذا الجهاز الذي كان يجب ان يستحدث داخليا ويسمى بجهاز الامن الداخلي. كان بيقدم نفسه بهذه الطريقة. انه هو الرجل الملم بتفاصيل وخيوط وهو هيكون مدير جهاز الامن الداخلي في السودان في الفترة الجاية. لكن طبعا لان الناس يعني المكونة عسكري وغيره انتبهوا للنقطة دي. واوغفوا مزالة الامن الداخلي دي. بالتالي تبددت احلام منع. اه منع هو يعني رجل اه مغرب من قوش ورجل يعتبر قوش قدوته. يعني منع صلاح منع بيعتبر انه صلاح قوش ده قدوته. بالتالي هم متأثير به في كل تفاصيله السياسية اللي يحاول الان يمارثة. الشغل الامني الشغل الاستخباراتي شغل المعلومات. كل الطريقة دي. حتى جهاز الامن الداخلي كان يريد ان يكون على رأسه هو لو لا ان تكشف الامر. بالتالي دي لي متزالة التمكين. في الوقت اللي بعشفه الشعب السوداني مأساة حقيقية. وهما بيتكلموا عن ملايين الدولارات انه صادروها وانه استلموها بيطلعوا للناس. في الوقت لا فيه دقيق لا فيه مواصلات. الدولار واصل تلتمية وعشر وثلتمية وعشرين جنيه. ودي المجموعة من العطالة. على رأسهم صلاح منع. ووجد صالح. ومحمد الفكي. وعدد من كوادر حزب الامة. انا بقول بالاسم. كوادر حزب الامة. وكوادر حزب البعث. وكوادر الحزب الناصري. موجودين في هذه اللجنة. استحوزوا على كل ممتلكات اللجنة دي. وقاعدين بيعسوا فيها فساد. زي ما اكلم نادر العبيد. في تسجيلاته المعلومة. والمبسوسة في المواقع التواصل الاجتماعي. عن اعضاء اللجنة. وعن ممارسات. حتى تحدث عن العرس منه. والساكن في فندغ منه. والاشترى منه. والحوش قروش منه. يعني فضايح حقيقة لهذه اللجنة. ولهؤلاء الاشخاص. دي اللي بيطلع علينا في الوكيد ده. اللي احنا الشعب السوداني بيعاني فوقه. بيطلعوا للناس. وبيتكلموا عن اه اشياء لا تهم الشعب السوداني في حاجة. وهم ما يعني ما مستشعرين القادم اللي حيجي نتيجة للضغوطات الحاصلة. نحن بنزال اه وين الناس الكفاح المسلح. وين ناس الجبهة السورية. وين الشي وين النازل من الشي اللي بيحصل له. وين العساكر. وين المدنيين اللي بهموا ونزالت عنه حكومة اللي تنجح. وين من اللي بيحصل. من ناس صلاح منع. ويد صالح. ومحمد الفكي.